وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ وَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ يَوْمٍ تَشْحَصُ فِيهِ الْأَبَصَارِ مُغْطِعِينَ مُقْنِعِي رؤوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَى وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجْبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ رُوسٌ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَانِ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو تقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزون الله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابينهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاء للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكرون الألباب